اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التي ترسخ أسمى المبادئ والقيم وعلاء شأن الرياضة وجعلها نمط حياة يوميا وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص نصف يوم عمل للنشاط الرياضي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين وتوجه سموه الكريم لكافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تنظيم الفعاليات مثلت دافعا قويا من أجل تنظيم المزيد من الأنشطة الرياضية والحركية الهدفة إلى تشجيع جميع أبناء الشعب البحريني والمقيمين على أرض المملكة لممارسة الرياضة ونوها سموه بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لفعاليات اليوم الرياضي وحرص سموه على متابعة كافة الإجراءات الأمر الذي ساهم في تحقيق النجاح النوعي الكبير للفعاليات وصولها إلى الأهداف التي وجدت من أجلها في نشر مفاهيم الرياضة وجعلها أسلوب حياة يومي وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلها الاتحاد البحريني للرياضة للجميع برئاسة سعادة السيد عيسى محمد عبد الرحيم مقدرا سموه جهود اللجنة المنظمة العليا وكافة اللجان العاملة مشيدا سموه بتفاعل جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاعات التعليمية مع أهداف اليوم الرياضي موسيقى ترجمة نانسي قنقر